مرحبا و اهلا فيكم معي بالقناة مرة تانية اليوم رح عامل معكم اكلة كتير طيبة ومميزة رح عامل معكم الفريق الامفلفلة بالدجاج والكريمة نكيتها كتير طيبة كتير سهلة وكمان كتير مميزة دائما كل التفاصيل والملاحظات المهمة بترك لكم اياها تحت بصندوق الوصف اذا بعدكم ما شتركتوا بالقناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة تضغطوا على زر الجرس وكمان تتابعوني على صفحاتي على السوشال ميديا كل الروابط موجودين تحت بصندوق الوصف وهلا يلا نبلاش بالبداية رح ابدأ بتجهيز الفريقا طبعا انا هون عندي الفريقا منقيتها كتير منيح وغسلتها لأكتر من مرة ونقعتها لمدة نص ساعة بعدين صفيتها كتير منيح من الماء وهون بتنجرة على الغاز رح اضيف شوية من الزبدة لحتى تدوب الزبدة وتحمى شوية صغيرة ما بنا نحمي الزبدة كتير لانه الزبدة بتنحرق لهايك بس رح نحميها شوية صغيرة طبعا بامكانكم تستبدلوها بالذات النباتي ما في اي مشكلة وبعدين رح اضيف البصل المفروم ناعم ورح استمر بتحريك البصل لحتى يتدبل وياخد لون اشقر فاتح وبعدين رح انزل الفريقا اللي كنت محضرتها ومجهزتها من قبل وطبعا رح اقلب الفريقا شوي مع البصل لحتى تاخد نكهة من البصل وبعدين رح ابدأ باضافة البهارات اللي ان بفضلها ومثل ما عم بتشوفوا اضافة البهارات كتير مهمة وبتعطي نكهة كتير مميزة رح احرك الفريقا قبل اضافة المي مع البهارات والبصل لحتى تاخد شوية نكهات طبعا هون انا عندي اللي هي بمشعل على نار وسط تقريبا وبعدين رح اضيف مرأة الدجاج اذا ما متوفر عندكم مرأة الدجاج بتضيفوا المي المغلية مع مكعب من مرأة الدجاج لحتى يعطيها نكهة طيبة وطبعا رح اتركها لمدد رح اغطيها واتركها لمدد دقيقتين على نار عالية وبعدين رح اخفض الغاز بشكل عكسي واتركها على نار هادية تماما لحتى تتنشف المي مثل ما عم بتشوفوا بالفيديو هذا هو قوام الفريقا اللي بديها بديها تكون المي متنشفة وبنفس الوقت ما تكون ناشفة وجافة لازم يكون هيك فيها شوية الطراوة وبعدين بهالخطوة رح اضيف الكريمة السائلة طبعا انا هون استخدمت الكريمة الجاهزة اذا ما كانت متوفرة عندكم الكريمة الجاهزة بامكانكم تعملوها بالبيت من مكونات كتير بسيطة وبكل سهولة رابط للكريمة المنزلية رح اترك لكم ايات تحت بصندوق الوصف قوامها جدا رائع ونكيتها كتير مميزة طبعا هون بعد ما اضفت الكريمة بحرك شوي الفريقا مع الكريمة طبعا الغاز مشعل على درجة حرارة منخفضة نوعا ما بقلبهم شوي وبعدين بملح حسب الرغبة طبعا ومتل ما عم بتشوفوا بتكون مرأة الحلو بهالوصفة انه بامكانكم تتركوها متل ما انتو بتحبوها هلا وهو رح احضر لخلطة الحشوة رح اضيف لطنجر على الغاز شوية من الزبدة ولحتى تدوب الزبدة شوي رح اضيف عليها بصلة مفرومة ناعم وبعدين رح اضيف وقت هيك كيتدبل البصل شوي رح اضيف شوية من التوم المفروم ناعم ورح اقلبهم سواء ولحتى هيك تطلع ريحة التوم شوي بعدين رح انزل عليهم صدور الدجاج مقطع مكعبات بهذا الشكل اللي عم بتشوفوا وطبعا هون عندي البهارات ما بحب اني كتير اكتر البهارات على الدجاج بس لحتى شوي هيك يعطي نكها كتير خفيفة ورح اقلب مكعبات الدجاج بهذا الشكل مع البصل والبهارات طبعا بامكانكم تضيفوا الملح حسب الرغبة بس ما تنسوا انكم كمان ملحة الكريمة والفريكة عندكم فيها ملوحة لهذا لازم تنتبهوا كتير منيح على تمليح الدجاج يعني لازم يكون فيه توازن بين ملوحة الدجاج مع الكريمة والفريكة وهلأ هون رح اغطي الدجاج ورح اتركه على نار متوسطة لحتى يستوي تماما وينزل ميته متل ما عم بتشوفوا بهذا الشكل هون هاي هي درجة الاستواء اللي بديها للدجاج اعطيته تحميرة كتير خفيفة وبعدها رح اضيف عليه البازيلة طبعا بامكانكم اضيفوا عليه اي نوع خضار موجود عندكم ممكن اضيفوا الفطر ممكن اضيفوا الدرة بس انا بحس انه البازيلة كتير بتلبق مع الفريكة ورح اغطي لمدة دقيقتين بس لحتى تطبخ البازيلة شوي وتتراه وهلأ هون بالبايريكس رح اضيف الفريكة اللي كنت ضايفة عليها الكريمة طبعا انا مثل ما قلتلكم قلبتهم شوي على الغاز بس لحتى اخذت غلبة واحدة وبعدين طفيت الغاز تحتهم هيك بيكون قوام الفريكة وقت اضيفوها على البايريكس رح احط طبقة من الفريكة باسفل البايريكس وبعدين رح اضيف حشوة الدجاج مع البازيلة اللي عملتها ورح اكون حريصة اني اوزع الحشوة هيك على كل الطبقة الموجودة من الفريكة وبعدين بالاعلى رح ارجع اضيف النص الباقي من كمية الفريكة طبعا مثل ما قلتلكم الحلو بهالوصفة انه بامكانكم تتجيكوها مثل ما انتم بتفضلوها يعني ممكن هلا ندخلها شوي صغيرة للفرن لحتى بس تتطبخ النكهات مع بعض يعني الفريكة مع الكريمة مع الحشوة اللي فيها وتتركوها مرأة وتقدموها مرأة او بامكانكم تتركوها بالفرن هيك مدة اطول شوي لحتى تتنشف معكم طبعا هون اضافة شوي من الكريمة بترجع لالكم بس انا بحب انه الفريكة والحشوة تكون شاربة كتير من الكريمة بيطلع طعمها كتير 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 طيب اضفت شوي من الكريمة وعم بحركها بهذا الشكل وبعدا رح ادخل الصينية او البايركس للفرن لحتى احصل على القوام اللي انا بديها مثل ما قلتلكم ممكن تتركوها مرأة وممكن تنشفوها وتصير مثل كأنها مفلفلة بالكريمة مثل ما انتم بتفضلوها طبعا انا هون حمرت الوش بامكانكم تضيفوا للوش الجبنة وترجع وتحملوها بس انا عائلتي ما بتفضل الجبنة لهيك ما بضيفها بزينها بشوية من البقدونة سل المفروم وهيك بتكون قطية بفريكة بالكريمة وصارت جاهزة الطعم كتير طيب كتير مميز بنصحكم كتير انكم تجربوها ومثل ما شفتوا وصفة كتير سهلة بسيطة وبنفس الوقت نكهة جديدة ومميزة يعني حبيت اقدم لكم اياها كنوع من التغيير عن الفريكة المعتادة اللي دائما منعملها ولهون متل ما عم بتشوفوا بيكون خلص الفيديو لليوم يكتبيلي تحت بالتعليقات شوفي عندكم وصفات او حلويات حابين اني اعملكم اياها بالايام الجاية بالقناة وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني ووصفات تانية طيبة وجديدة ومع الف سلامة